والآن مشاهدين نتحول لمتابعة أهم أنباء المال والأعمال أخبار الاقتصاد مع مصطفى ميزار إليك مصطفى شكراً هيب حسين شكراً إيمان منصور أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة اقتضية جديدة من شاشة القنه الولي أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الاستثمارات اليابانية في مصر لتصل إلى 73.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022 مقابل 37.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 وبنسبة ارتفاع قدرها 98.7% كما أظهرت البيانات بلوق قيمة التبادل التجاري بين البلدين 1.11 مليار دولار خلال عام 2022 وقد سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى اليابان 268 مليون دولار بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من اليابان نحو 888.5 مليون دولار خلال عام 2022 بدأت محافظة دميات استقبال محصول القمح من المزارعين في 9 شوان وصوامع على مستوى المحافظة تتبع البنك الزراعي ومطاحن شرق الدلتة ومضرب أرز الزرقة وقد بلغ إجمالي المساحة المنزارعة في هذا العام من القمح 31 ألف فدان وقد تم توريد 212 تن و339 كيلو جرام مع سداد مستحقات المزارعين وفقا للأسعار التي أعلنت عنها الوزارة للأرداب إحنا فتحنا اللجنة هنا أسعار الأرداب الثلاثة وعشرين ونصف ألف وخمسمائة جنيه الثلاثة وعشرين ألف وربعمية خمسة وسبعين الثلاثين وعشرين ونصف ألف وربعمية وخمسين وإن شاء الله بداية الموسم مبشر بالخير إن شاء الله وإحنا هنا مساهلين كل الأمور للسنة دي ما فيش أي معوقات للفلاحين أنهم يسلموا المحصول بتاعهم وإن شاء الله خير الموسم توقعت وزارة الفلاحة المغربية أن يصل محصول الحبول العام الحالي إلى خمسة وواحد وخمسين من مئة مليون طن بزيادة تصل إلى اثنين وستين من مئة بالمئة عن العام الماضي أوضحت الوزارة أنها تتوقع حصاد اثنين وثمانية وتسعين من مئة مليون طن من القمح الليل وواحد وثمانية عشر من مئة مليون طن من القمح الصلد وواحد وخمسة وثلاثين مئة مليون طن من الشعير في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط في آخر تدولاتها الرسمية بعد صدور بيانات أمريكية أثارت تراجع إنتاج النفط الخام في الوقت نفسه زيادة الطلب على الوقود هذا وقد صعدت العقود الأجلة لخام برينت تسليم يونيو 1.5% لتصل إلى وتسجل 79 دولار و 54 سنة للبرميل كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 2.7% ليصل إلى 76 دولار و 78 سنة للبرميل كذلك صعدت أسعار المزيدة عالميا بما نسبته 92% لتسجل 2.37 دولار للتر عما ارتفاع الغاز الطبيعي فقد وصلت قيمته بنسبة 32.34% ليسجل 2.41 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية قال كلاوديو ديسكالاتي الرئيس تنفيذي لشركة النفط والغاز الإيطالية إني أنه لا يتوقع حدوث أي صدمات كبيرة في أسواق الطاقة في هذا العام وأضاف ديسكالاتي أن وردات الغاز الروسي هبطت إلى الصفر تقريبا بفضل إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة الأمريكية والعقود الجديدة مع عدد من الدول الإفريقية كانت شركة إين الإيطالية قد أعلنت أن صافي ربحها في الربع الأول من العام الجاري هبط بنسبة 11% على أساس سنوي وذلك بسبب تراجع أسعار النفط والغاز انتهت هذه الوقفة مشيري الكرام في أخبار المال والعمال نعودوا لاستكمال ما تبقى في نشراتنا مع هباء وإيمان شكرا جزيلا لك مصطفى ترجمة نانسي قنقر